قررت روسيا حضر موقع التواصل الاجتماعي تويتر ردا على إجراءات غربية جرى فرضها على وسائل إعلام روسية بعد بدء عمليات عسكرية ضد أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي ويأتي حضر تويتر فيما كانت الهيئة المسؤولة عن تنظيم الاتصالات في روسيا أعلنت حجب موقع فيسبوك ردا على ما قالت إنها قيود على الدخول على وسائل الإعلام الروسية على منصته في خط متوازن مع المواجهات العسكرية الدائرة في أوكرانيا تدور حرب إعلامية بين روسيا والقوى الغربية الداعمة لكييف ميدانها القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي فكل المعسكرين جند أدواته الإعلامية لمهاجمة الآخر وشن حرب إعلامية بشقيها المعلوماتي والنفسي هيئة مراقبة وسائل الإعلام الروسية أعلنت أنها قيدت الوصول إلى عدد من المواقع الإعلامية من بينها موقع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي وموقع ميدوزا الإخباري وموقع دويتش فيلا الألماني والموقع الناطق باللغة الروسية لراديو أوروبا الحرة من جانبه تبنى مجلس الدوم الروسي مشروع قانون يفرض عقوبات جنائية وغرامات على المنشورات التي وصفها بالمزيفة والتي تشوه سمعة الجيش الروسي وتدعو إلى فرض عقوبات على روسيا على حد وصفه وردا على التشريع الروسي أعلنت هيئة بي بي سي المؤسسة الإعلامية البريطانية الأبرز توقف تغطيتها في روسيا مع إقرار التشريع الذي أكدت أنه يجرم الصحافة المستقلة على حد كلماتها المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا بررت الخطوة مؤكدة أن بلادها تواجه طيارا هائلا من التزوير حول عمليات الجيش الروسي في أوكرانيا وقبيل الخطوة الروسية أعلن الاتحاد الأوروبي تبني قرار بحضر بث وكالة سبوتنيك الروسية بالإضافة إلى قنوات RT الروسية داخل دول الاتحاد موقع التواصل الاجتماعي الأبرز فيسبوك أرسله الآخر إشعارا يفيد بتقييد الوصول إلى صفحات RT باللغة الروسية والإنجليزية والإسبانية في عدد من البلدان